لا إله إلا هو وإليه النشور أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبح دمينك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجنال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خنكه ورضى نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك واخط به قلمك وأحصاه كتابك وارد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعني الصحابة أجمعين وعني التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إكبال نهارك وإذبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتماعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثك الله مرابطتها وأدم بدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العنيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وابتبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى له في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبح دميك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجنال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إكبال نهارك وإذبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نسرة شريعتك فوثك اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أنف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وابتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق علىه في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسك إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبح دمينك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجنال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأخصاه كتابك وارد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعني الصحابة أجمعين وعني التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزك من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إكبال نهارك وإذبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نسرة شريعتك فوثك اللهم رابطتها وأدم بدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وابتبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق له في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسك إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبح دمينك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجنال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خنكه ورضى نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفر كلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأخصاه كتابك وارد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هدائك هدائك بالنهارك وإذبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتماعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نسرة شريعتك فوثك اللهم رابطتها وأدم بدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْكِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وَابْتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْقَ عَلَهُ فِي صَامَلَهَا والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبح دمينك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجنال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خنكه ورضى نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفر كلمة لا نعلمه أعوذ بك من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزك من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إكبال نهارك وإذبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجئت معت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثك الله مرابطتها وأدم بدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمثها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العنيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أنف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وابتبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق له في صاملها والله سميع عنيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبح دمينك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجنال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خنكه ورضا نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفر كلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقري وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من القفر والفقري وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعني الصحابة أجمعين وعني التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزك من تشاء بغير حساب اللهم إن هدائك بان نهارك وإذبار ليلك وأسواة دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نسرة شريعتك فوثك الله مرابطتها وأدم بدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمثها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نور له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق له في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسبح دميك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفر كلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك واردى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزك من تشاء بغير حساب اللهم إن هدى إكبال نهارك وإذبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثك اللهم رابطتها وأدم بدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمثها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم أنف لاممين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وابتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى له في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبح منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما وجعلني من الصالحين سبحان الله وبحمده عدد خنكه ورضا نفسه وزند عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفر كنما لا نعلمه أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في قلبي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسل تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك واردى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعني وعني الصحابة أجمعين وعني التابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم أمانك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إكبال نهارك وإذبار ليلك وأسوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتماعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نسرة شريعتك فوثك الله مرابطتها وأدم بدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح سدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العنيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوكِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وَبْتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ عَلَهُ فِي صَامَ لَهَا والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أنف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العني العظيم لا إكراه في الدين وابتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق له في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أونياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزن إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ورسله